أهلا بكم في إطار تعليمه مسيح الأسبوعي رحب قداسة البابا فرانسيس في مقابلته العامة بالمؤمنين القادمين من كل أرجاء العالم والناطقين باللغة العربية حيث جاء في المقابلة التي ألقها قداسته من قاعة بولوس السادس بالفاتيكان فقال أيها الأبو الأقدس يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانة باللغة اللاتينية ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا وخاصة للأطفال وللمتزوجين حديثا وللمرضى وللمتألمين وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس تكلم قداسة البابا اليوم في إطار تعليمه في الرسالة إلى أهل غلاطيا على مخاطر الشريعة وقال وبخ بولوس بطرس أمام جماعة أنطاكيا لأن سلوكه لم يكن جيدا كان موضوع الانتقاد الموجه إلى بطرس هو سلوكه في المشاركة في المائدة إذ تحرم الشريعة على اليهودي تناول الطعام مع غير اليهودي وقد حدث في أنطاكيا بحضور بولوس أن بطرس كان جالسا على المائدة مع المسيحيين القادمين من الوثنية ولكن عندما وصل بعض المسيحيين المختونين من أورشليمة إلى المدينة توقف عن ذلك حتى لا يتعرض لانتقاداتهم وهذا أمر خطير في نظر بولوس لأن تلاميذ آخرين كانوا يقلدون بطرس وأولهم برنابة بهذا الأسلوب خلق بطرس في الواقع وعن غير قصد انقساما في الجماعة ووصف بولوس ذلك بالرياء ما هو الرياء؟ يمكن القول إنه خوف من الحقيقة والمرأي هو الذي يتظاهر بما ليس فيه ويتملق ويخدع ويعيش على وجهه قناع وليس لديه الشجاعة لمواجهة الحقيقة لذلك دعانا قداسته أن نكون صادقين فيما نقول وفيما نعمل حتى نحافظ على وحدة الكنيسة أكدت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي أن مساعدة لبنان والشعب اللبناني الشقيق كانت من أبرز الموضع التي طرحها جلالة الملك عبد الله الثاني خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن وأعربت زواتي عن استعداد الأردن لتقديم كل الدعم الممكن للبنان وتزويده بالطاقة الكهربائية من الشبكة الأردنية وإيصال الغاز المصري عبر الأردن وسوريا إلى الأراضي اللبنانية وقالت إنه تم بحث هذه المواضيع بشكل مكثف مع الأشقاء في لبنان وسوريا ومصر ومع الولايات المتحدة ومع شركائنا في المجتمع الدولي وأن البحث مستمر في سبيل تحقيق ذلك مشيرة إلى أن الأردن سيقوم بكل ما يستطيع لمساعدة أشقائنا اللبنانيين